قال الرئيس الأوكراني فلودمير زليانسكي أن بلاده ستصدر مزيد من الكهرباء الاتحاد الأوروبي الذي يواجه أزمة على صعيد الطاقة بعد الهجوم الروسي على بلاده وأوضح أن صادرات أوكرانيا ستسمح ليس فقط بزيادة مدخولها من العملات العجنبية بل ستساعد أيضا شركاءها الغربيين على مقاومة الضغط الروسي على صعيد الطاقة بعدما خفضت موسكو بشكل كبير دخل غازي إلى أوروبا مؤكدا بأن بلاده ستكون واحدة من الجهات الضامنة لأمن الطاقة الأوروبي تدريجيا يأتي كلام زليانسكي بعد أن تم ربط شبكة الكهرباء الأوكرانية بالشبكة الأوروبية في منتصف أذار الماضي لضمان استمرار تدفق الإمدادات على الرغم من الحرب حيث أننا لدينا كلمة التفقص بخصص لكي أرسالي تقرنه ركبما تدفق الإمدادات للخمارات الوصول إلى امرأس الوصول إلى الأنسان نعم الفحي الأنسانية التي تدفق وضعنا لا تدفقى لغاية استخداما ولكن لدينا شخص بشخص يمكننا التكتيرات التعامل كتبقا بردفق الإمدادات للخمارات الأنسانية ومراحبا ستكون إمدادات أوروباية الأنسانية